اعلنت ميليشيات الحوثي وفاة احد ابرز قادتها العسكريين وهو المدعو اللواء احمد الحمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وقالت الميليشيات في بيان اليوم ان المدعو اللواء احمد الحمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لديها توفي بعد المعاناة مع المرض ولكن الامر الذي شكك به ناشطون يمنيون وقالوا انه تم تصفيته ضمن الصراع بين اجنحة ميليشيات الحوثي ويعتبر الحمزي أحد المشمولين في قائمة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي